منهجية الشركة الناشئة المرينة لبدء مشروع بمال ووقت وجهد أقل من الطرق التقليدية للإدارة أو ما يسمى إدارة المشاريع تنطلق لتطوير المشروع من بداية تصميم الفكرة إلى تطوير وبناء شيء ممكن أن يقوم المستخدمون باستخدامه لذلك هذه الجزئية تعتبر فكرة جديدة فكرة ناشية هذه المنهجية يعني وصفت بالمرينة وهذه أفضل وصف قد تقع فيها كثيرا من الشركات الناشئة أن لازم تكون منهجيتها مرينة ونقصد بالمرينة قابلة للتغيير قابلة للتحسين قابلة للإضافة قابلة للنقصان إلى آخره وبذلك نستطيع أن نغير بشكل سريع جدا حتى تتناسب مع وضع الحالي من حيث المنافسة السرعة المبادرة إلى آخره نتكلم عن نشأة مفهوم الشركة الناشئة المرينة منشأت في أول القرن الحالي تدعو منهجية الشركة الناشئة المرينة إلى بدء المشاريع التجارية مباشرة ثم من ثم استخدام التغذية الراجعة من العملاء والفيدباك تطلب انخراط الرواد بشكل مستمر في تفصيلات النشاط لاستكشاف وتطوير الفرضيات التي يقومون باختبارها تدور فكرة المنهجية بوضوحها لأن بدء التشغيل يعتمد على إطلاق منتج جديد في ظروف غير مؤكدة تدعو لتطوير منتج أساسي قابل للبقاء يمكن اختباره ثم التعديل وتطوير المنتج وفقا لمطلبات العميل نجد أن هذه الأساسيات للشركة الناشئة المرينة فيها نوع من الاختبارات فيها نوع من المنتج الجديد فيها نوع من الظروف غير المؤكدة فيها نوع من التعديل فيها نوع من المتطلبات التي لابد من وعيها فيها نوع من هناك منتج أساسي قابل للبقاء ويمكن اختباره ويمكن تعديله هذه كذلك من ضمنها أن هناك تطوير للمفاهيم التطويرية التكرارية أو المرينة لما تدعو له المنهجية